طيب من الأخبار اللي حصلت النهاردة هتستأنف وزارة التموين استلام الأمحة المحلي من المزارعين في كل مواقع استلام الأمحة اذا النهاردة في محافظة دمياط هيتم فصل الطيار عن عدد من المغالديات في مركز كفر البطيخ بسبب أعمال الصيانة وتطوير شبكات كمان من ضمن أخبارنا النهاردة هتعرض قناة وزارة الصفة في صهرتها ثالث يوم العيد حفل للنجم وائل جسار الحفل ده هيكون الساعة 9 بالليل وده ضمن عروض قناة وزارة الثقافة على يوتيوب لفعاليات مبادرة الثقافة بين إيديك ورياضيا النهاردة هيكون معدنا مع مباراة مهمة تجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق سونداونز الجنوب الأفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الساعة 9 بالليل كل توفيق طبعا للنادي الأهلي نهاردة هيكون معدنا مع ثلاث مباريات حماسية في الدوري المصري الممتاز فريق سيراميكا هيواجه سموحة الساعة 5 العصر مصر مقصة هيواجه الجونة الساعة 7 بالليل أما الاتحاد السكندري فهيواجه طلعي الجيش الساعة 9 بالليل كمان نهاردة هيكون في ثلاث مباريات في البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الممتاز ستبقى بين فريق بيرنلي هيواجه فريق ليتز يونيتد الساعة 1 ونص الدور سوث هامتن ضد فولم الساعة 4 العصر وبريتن هيواجه وست هام الساعة 9 بالليل